بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ربما احنا قرينا رسالة للأستيد وزير الداخلية على أساس أنه الحجر نهار 11 غير يترفع وغير يمشي تدريجي وبالأحرام اللي كتسمع رئيس الحكومة اللي هو الخود واللي خصي يكون ويخرج ويعطي تصريح للناس المغاربة على أساس أنه الحجر ده ما زال في صمت ما عرفنا شنو كين ده بحالين لأن مدام كيتكلم لك مع ناس هم أجانب البلاد ديالنا ويعرفوا الأسرار ديالنا قبل من عرفوا احنا كمغاربة لوسائل الإعلام فيجب على السيد رئيس الحكومة أن يخرج عن صمته أن يخرج من صمته وأن يوضح للمغاربة الأحرار الذين ينتظرون بفارغ الصبر ماذا سيقع وماذا سيكون هل الحجر الصحي غير يترفع بالمرة أم غير يمشي دكش تدريجي باش نحتن ناخد الخطوات الاستراتيجية اللي غير يجي للقدام باش الحد من تشارد الوباء لنا جاء حرام ما معرفاش وما مفهوماش بس نعرفوا أشنو كين مستقبلاً أنا سنقول سيد رئيس الحكومة أنه أي خطوة يأخذها أنه يعرف بأنه راكين واحد شعب اللي هو الحمد لله شعب عظيم الحمد لله وكي يتسنق الإيجابيات ديال الحكومة وشي حاجة اللي غد زيد في البلاد مستقبلاً ازدهار وما يخبيع للمغاربة حتى شي حاجة يخرج يقولنا شنو كين الواقع اللي نحن كنا نعيش وواحد الجائحة اللي يرها كتاسحات العالم بإسره وأنه يرجع ويعتذر المغاربة على هذا الشي اللي يسمع نحن دابول التي اللي كيتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتذر المغاربة ويخرج للصحافة ديال المغرب وسائل الإعلام ويعطينا تصريح ويقول لنا شنو كين لأننا راقبل من الأيام ديال التي مضت ديال الحجر الصحي كنا قبل بيومين مثلاً عشرين مارس غد يساري الحجر الصحي قبل بيومين تيخبروك تيقول ديالح نزدنا واحد تشهيره هذي وكذا دابحنا الأمور بقى غامضة ومن اللي كتجيك تسمع تصريح عبر وسائل الإعلام أجانب قبل ما يسمعوها الناس دي والبلاد ديالنا اللي هم بالأحرق الصمي لأن الكل بفارق الصبر كنتظروا شنو غادي يكون فيجب علي أن يقدم اعتذار لمغاربة جميعاً يعرف بأن المسؤولية تكليف وليست بتشريف لأن الكل ينتظر ماذا سيقع هل تمديد الحجر الصحي أم تخفيف أم بالزف ديال الحويج قبل ما تخرجون ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي